في العراق يستيقظ مواطنه ويبيتون على المتناقضات تعلن حكومة والتقارير الدولية نموا في اقتصاد البلاد لكن على ارض الواقع لا ينعكس على الشعب فعلى غير العادة سجل العراق مؤشرات اقتصادية ايجابية في الاشهر الاخيرة حيث يتوقع للاحتياطيات النقدية ان ترتفع الى اكثر من 90 مليار دولار بحلول النهاية عام 2022 فضلا عن ارتفاع بالنمو الاقتصادي بنسبة 9.5% ليكون الاعلى عربيا في وقت ترتفع بالمقابل فيه ايضا معدلات الفقر الى اكثر من 35% وسط ضعف غير مسبوق بالقدرة الشرائية كل شي غالي الطماطع السعانة الكيلو بلف خيار بلف يعني من تجاه يعني احنا عراقيين ومخضرهم دولة عراقية بس كل شي صاعد يعني ما اكو شي نازل مثل احنا عمال هين بالسوق انا صار تقريبا اشتغل عام 2005 لحد هذا اليوم السوق كان قبل حزين حركة ماشية سير ماشية عمل تجارة حيل فول يعني اما هسه اصبحت حيل تعبانة يعني هسه ابو المحال يشكي او المسؤول للشركة نقول يشكي التاجر يشكي كلها تشكي سبب السوق تعب حركة تعبانة سيول تعبانة وضع تعبانة ما تفتهم يعني الناس يدايخة يعني هاي لو من الصباح المغرب انت ما تبيع ذاك البيان ويشير تقرير للمرصد الاقتصادي العراقي لان هذا النمو الذي حققته البلاد بفضل اموال النفط كان من المفترض ان يعود بالايجاب على النمو المستدام والاصلاحات الاقتصادية حيث لا تزال الاسواق متأثرة بسبب خفض قيمة صرف الدينار العراقي طبعا انا صاحب هذا الموض يعني اشتكي من ارتفاع الدولار من صعاد لحد هاي اللحظة يعني قبل هواية شغلات كانت مناسبة يعني هسا المواطن قام الفغير ما يقدر يشتري هاي السلع اللي موجودة عندنا امام هذا الواقع يقول خبراء اقتصاديون ان النمو الذي يشهده العراق يعد نموا في القطاع النفطي فقط وليس للاقتصاد العراقي الذي تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا واستشراء الفساد وبغير النفط لن يحقق العراق اي نمو في ظل دمار القطاعات الصناعية والزراعية فضلا عن فشل الحكومة بتنفيذ ما تسميه بالاصلاحات الاقتصادية